كان جزء كبير من هذه الديار تحت حكم التاجة بريطاني ولأسباب اقتصادية وسياسية من أهمها زيادة الضرائب والتضييق على التجار ومحاولة إذلال وجهة اشتعلت حرب وثورة استقلال قام بها المستوطنون الأوروبيين ضد التاجة بريطاني فبعد أكثر من قرن من الاحتلال اتحدت الولايات وكان عدى 13 ولاية اتحدت في جيش واحد لقتال إنجليز بزعامة الضابط جورج واشنطن حاولت إنجلترا إخماد الثورات بتخفيف القرارات والغاء بعضها ولكن الأمر زاد حدة واتفقت الولايات على المطالبة بالاستقلال اشتعل القتال ورد الإنجليز بشراسة قتل آلاف الجنود من الطرفين وتدخلت فرنسا ودعمت الاستقلال بكل إمكاناتها نكاية بالإنجليز حتى اضطرت تاجة بريطاني بمنح الولايات المتحدة الاستقلال وذلك عام 1190 هجري الموافق 1776 ميلادي وتأست الولايات المتحدة الامريكية كدولة مستقلة من 13 ولاية أغلبية سكانها من أصول أوروبية وقليل من الأفارقة والآسيوين وقد توسعت بشكل كبير عن طريق القتال وشراء الأراضي حتى أصبحت 50 ولاية واحدة من أكبر الدول في العالم وفي أربع يوليو من كل عام تحتفل الولايات بذكرى استقلالها